بسم الله الرحمن الرحيم أتذكرون الدائرة الكهربائية هذه؟ والتي سبق لنا أن درسناها في المرحلة الإبتدائية؟ هل تذكرون مبدأ الدائرة الكهربائية المفتوحة والدائرة الكهربائية المغلقة؟ إن الفكرة الرئيسية لمشاريع المايكروبيت هي نفسها في الدائرة الكهربائية مجرد إضافة المايكروبيت على الدائرة وبرمجتها بأوامر بسيطة تجعلنا نصمم مشروعاً يدعم مبدأ ستم فالجزء السالب في المايكروبيت هو الجي ان دي أو ما نطلق عليه بيكراون اللي هو الأرضي أما الجزء الموجب فهو البنز هنا P0, P1, P2 وطبعا عندما تغلق الدائرة فإنه يسر التيار الكهربائي مع إمكانية توصيل المايكروبيت بلوحة تمديد والحصول على أكبر عدد من البنز وبالتالي توصيلها مع أكبر عدد من الموصلات أو الحساسات مثلا لنأخذ مثال على ذلك مشروع اكتشف الموصل وهذا الكود البرمجي الذي سأستخدمه سأستخدم P2 في مشروع هذا عند إغلاق الدائرة تظهر علامة الصح وعند فتح الدائرة تظهر علامة الخطأ لاحظوا معي الجزء العملي هنا بتعديل بسيط على الكود البرمجي يمكن إضافة لمبة واستخدام P1 لاحظوا إذا أغلقت الدائرة تعمل اللمبة تشتغل اللمبة أي أن قيمة P1 ستصبح 1 بمعنى شغل وإذا فتحت الدائرة فإن اللمبة ستطفأ بمعنى قيمة P1 ستصبح 0 طبعا في الجزء المحاكي ما تظهر معنا مرة هذه التمديدات والتوصيلات أي أني هنا سأستخدم دائرتين كهربائيتين والدائرة الأولى ستؤثر على الدائرة الثانية لاحظوا معي الجزء العملي هنا أيضا بتعديل بسيط على الأوامر السابقة يمكن إضافة سماعة عند P0 لاحظوا معي دائما السماعة تشبك في P0 مجرد إضافة لبنة الموسيقى أو تشغيل النغمة سيظهر في الجزء المحاكي شكل السماعة ويظهر التوصيل دائما على P0 أي أني الآن سأستخدم ثلاث دوائر كهربائية وكل دائرة تؤثر على الدائرة الأخرى فنلاحظ الآن بعد الثلاث دوائر كهربائية أنه يوجد ثلاث أسلاك ستتصل بالground ومن باب تحسين الشكل يمكن إحضار سلك أو أي موصل مثلا قطعة قسطير وتوصيل الأسلاك الثلاث عليها وثم توصيلها على الground أو يمكن بالنسبة للأسلاك هذه والقطع القسطير ممكن أن تكون مفيدة في حال أن عندي عدد أسلاك غير كافي للدوائر الثلاث لاحظوا معايا هنا موسيقى اشتركوا في القناة